تنضم إلينا من عمان راية يعقوب مرسلة الغد راية ماذا عن هذه الاجتماعات؟ هل تمخضت عن شيء؟ نعم لا تزال المفاوضات قائمة في العاصمة الأردنية عمان لليوم الثاني على التوالي وحتى هذه اللحظة من المتوقع أن تستمر المفاوضات لأيام أخرى حتى التوصل لاتفاق نهائي ومن الجدير بالذكر أن الأردن سبق واستضافت مفاوضات سابقة بخصوص ملف الأسرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي أثمرت بوقتها عن أكبر صفق التبادل الأسرة فيها 1065 أسير تقريبا من الجانبين عداء عن أن هذه المفاوضات برأي المحللين قد تؤدي إلى تطورات إيجابية خاصة أن هناك توجه دولي لإنهاء الصراع في اليمن خصوصا بعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد لسدات الحكم وأيضا أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خلال هذا اللقاء على أن تتصدر أولويات النقاش إطلاق صراح جميع الأسرة المحتجزين المرضى والجرحة وكبار السن والأطفال إضافة إلى إطلاق صراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء وأيضا مناقشة الأسماء والاتفاق عليها مع الأخ بعين الاعتبار ما تم باتفاق السويد واتفاقات مسبقة أيضا ولا نزال بانتظار أي نتائج سيسفر عنها هذا الاجتماع إذن من عمان رايا يعقوب مرأسلة الغد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر